الحاجة اللي كانت مهمة جدا برضو داخل الجلسة هي بحث كيفية ديادة نسب المشاركة النهاردة المشاركة داخل الاستحقاقات المختلفة أو الانتخابات يعني لا تتعدى التلاتين في المية إزاي نقدر نوصل بهذه النسب إلى خمسين وستين في المية ده كان برضو محور مهم للنقاش وأهم الاقتراحات التي قدمت في هذا الصدد لأنه مسألة المشاركة دي مسألة غاية في الأهمية الحديث عن الانتخابات يترجم أول ما نتحدثني نتحدث عن المشاركة في الانتخابات طبيعي والفئات المختلفة اللي لابده أنها تشارك وتساعد صنع القرار في الوصول لأرضية مشتركة ومساحات مشتركة للقفز على أي خلافات لحلول لقضايا جذرية تهم الجميع لا خليني أقول لحضرتك أن كل المتحدثين دايما ذكرت تحدثوا في حلول منهم من اقترح حافظ إسابة منهم من اقترح أن تتم الانتخابات على مدار أيام متعددة بحيث الجميع لكن أنا خليني أقول لحضرتك على اقتراحي اللي تقدمت بيه أو الترحي اللي أنا كنت بتبنودك ترأي اليوم عن فكرة التصويت عن بعض في الانتخابات إزاي تمتلك الدولة المصرية آلية واضحة وصريحة للتصويت عن بعض وده يتصق مع تحول الرقم اللي احنا طول الوقت بنتحدث عنه إحنا محتاجين إن إحنا نتواكب مع الجمهورية الجديدة اللي مصر فيها هذه الأيام واللي الحقيقة الشعب المصري كله بيشارك في بناء وعندما نتحدث عن تنمية سياسية يجب أن نتحدث عن ممارسة ديمقراطية حقيقية اللي هي الانتخابات والانتجاء إلى صناديق الاختراع مع التطور ومع التكنولوجيا الحديثة ومع وجود برامج وتطبيقات تسمح بتطبيق المعيير الدستورية اللي هي بتستوجب أن أي انتخابات يبقى هذا الاختراع سري وعام ومباشر في حال تحقيق هذه الثلاثة التنقاط أصبحت الوسيلة أو الآلية اللي هتلجأ لها آلية دستورية تسمح بالإدلاق بالأصوات ومع التطور لقينا تطبيقات متنوعة في أكتر من دولة مش متقدمة قوي 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 عننا أو حتى من الدول المجاورة لنا في مجموعة كبيرة من الدول بدأت تلجأ إلى نظام التصويت عن بعض والنظام الهاجين ما بين النظام التصويت الإلكتروني ونظام الذهاب إلى صناديق الاختراع أو جمعية الاختراع بنفسها